ملف المصريين في الخارج ملف المصريين في الخارج الخدمة دي للمصريين في الخارج سواء تجديد الأعراض أو تجديد الأجازات أو حتى تصريح العمل للمرافقين للزوج أو الزوجة من الخارج وإزاي برضو يتوجد لها ألية إلكترونية تتناسب مع طبيعة وجودهم خارج مصر وإنه هو يستفيد من الخدمة بشكل كامل في الخارج وإزاي حتى توصلوا الأوراق السبوطية أو الشهادات في الخارج نحن نتحدث عن الرقمنة فما يبعش يكون المصريين في الخارج بعيدة عن هذه الرقمنة عشان كده بنقول أنه بيحصل تكامل في الجهود إزاي أن يتم يمكن لو حرارك أشارتي على حتة تأخير الوقت أي إجراء بيتم لازم مش هنقول أنه يتم دراسته بشكل متكامل بس نشوف أفضل آلية لتطبيقه والآليات دي بتاخد وقت لتنفذها يعني لو رجعنا لمبادرة السيارات ما هو إحنا أصلا متأخرين في الموضوع ده فطبعا يعني ناس يعني بكل تأكيد لو إحنا ما كانوا محسين بيهم يعني أن واحد أجسته كلها بالضيع عشان بيجدد ورقتين لا 20-24 مش هينفع فيها الكلم نقول أنه زي ما قلنا أنه سنة 23 كان فيها أكبر كم من تلبية المطالب وتقديم الخدمات للمصريين في الخارج بشكل غير مسبوك سنة 24 مكملين على هذا المنوال وبحلول متكاملة يعني المبادرة لما بنطلق عليها مبادرة هي عشان هي بدرة من نوعها مش إن هي حاجة بسيطة لما عمل تطبيق إلكتروني ويكون مؤمن ومتكامل تطبيق إلكتروني للمصريين في الخارج بإذن الله طبعا إحنا في الخدمات اللي حتكون موجودة عن تطبيق تطبيق المصريين في الخارج سيادة الوزيرة سيد الدكتور يعني وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كان فيه بيننا بروتوكول تعاون قائم وبيتم دلوقتي الانتهاء من إعداد تطبيق المصريين في الخارج يكون نافذة لكل الخدمات والمحفزات القائمة والجديدة المصريين في الخارج بحيث إن تطبيق المصري في الخارج سواء على الموبايل بيبقى موجود عليه كل الخدمات سواء إنه هو خدمات خاصة بالتجنيد خدمات خاصة بالمبادرات زي السيارات أو الشهادات الدولارية المطروحة من البنوخ الوطنية بالعقد المتميز أو كمان إنه يبقى فيه ما يتعلق بالتأمينات والمعاشات ما يتعلق بالوصائق المطلقة ليهم زي ما عاشك بالدولار يبقى كل خدماتهم موجودة في مكان واحد ويبقى يقدر يستفيد منها وفيه ربط مع البنوك أو الشركات إنه يقدر بعد كده يفتح حساباته ويبقى كل ما يحتاجه المصري في الخارج موجود على تطبيق المصريين في الخارج وبرضو من الحاجات اللي جاري التعاون بشأنها برضو استجابة لمطالبهم إن المصريين بره بيقولوا محتاجين نشتري المنتجات التراصية أو اليدوية المصرية اللي هي متميزة جدا ويكون متاح شراءها إلكتروني وتوصل لهم بره بشكل آمن وفي وقت سريع وده كان فيه تعاون قائم مع وزارة التنمية المحلية عندهم مشروع أيدي مصر إزاي إنه يبقى متاح وكذلك مع وزارة التضامن الاجتماعي في المنتجات التراصية من كل المحافظات كذلك إزاي نتحلهم يشتروا أجهزة أو متطلباتهم أو متطلوات تجهيز أبنائهم في الداخل ويشترواها من الخارج وتوصل لهم هنا أي شاغل المصري في الخارج أو أي طلب ليهم مهما كان بسيط بيكون محل اهتمام وتنصيق مع كل الوزارات أو الجهات وفي دلوقتي تعاون مع البريد المصري إن إزاي برضو بريد المصري يبقى موجود على التطبيق وإسيادة الوزيرة أعلنت إنه هو يبقى بدأة التعاون برضو استجابة لطلباتهم توصيل الأوراق السبوتية زي الجواز الصفر أو الرقم القومي ليهم بشكل سريع بيتعاون طبعا مع وزارة الخارجية ووزارة الداخلية والبعثاتنا الدبلوماسية في الخارج فأيا كان المطلب المصريين في الخارج بيتم بحثه بشكل سريع جدا نحط ألية مستدامة ومتكاملة لتنفيذه ويبقى تطبيق المصريين في الخارج هو النافذة اللي بتربط المصري في الخارج بوطن والأم أعتقد ده يعني هيكون مكتسب مهم جدا للمصريين في الخارج لما يتم تنفيذه بالشكل المطلوب بالزبط ويعني أعتقد كمان مسألة أن تكون كل الخدمات موجودة على تطبيق ده شيء مهم جدا أن احنا نشوفه بيتنفذ إن شاء الله في 2024 بإذن الله وبشكرا بشكرا جزيلا